معذلة قديمة جديدة بعض الشاي في المجتمع التونسي نتحدث اليوم عن معذلة السكن في تونس 78% من التونسيين اليوم غير قادرين على توفير مسكن لائق 22% اليوم من التونسيين فقط متحصلون على مسكن يليق بأدنى ظروف معيشية لأي مواطن أسباب هذه المعذلة وخاصة تأثيرها السلبي على نفسية الأبناء والناشئات وأخيرا الحلول تابعونا كيفية شهرية في قرصة؟ أصبح هناك شهرية في العبادة هناك نجمش تعمل المسكن المساكن طلعها ياسر نقل بورتمان شتاقها 150 مليون ومتيون شهرية كيفية قادش تأخذ قرض قادش على شرب وشرب وباش يعيش صعيبة شوية صعيبة الحكاية ياسر في السكن صعيبة حتى كان السكن اجتماعي وفي هو عليه مسو الناس كل الناس معينين يأخذون بالمعارف بالواحد أما الناس تعبوا ياسر تعبوا برشا في حكاية السكنة والكرية غالية وكل شي ياسر مثلا شو بيت وصالة يقول لك بيت وصالة خاطر وسط العاصمة وسط العاصمة متقال بيت وصالة ياسر ياسر يزم يعمل رضع في حكاية الكري الكري ياسر طالع أسباب هي المنظومة الاقتصادية دخلت من 1995 عهد الرئيس المرحوم بن العلي دخلت البلاد في منظومة رأسمالية في حشة اتفاقية تلقات والتي عنده رسمية وتفويت في المؤسسات العمومية هذا كل نعكس سلبا على السكن التونسي بمعنى لو راجعوا المنظومة الاقتصادية تفسرنا أكثر نفسرك أكثر تونس كانت تعيش في عهد الرئيس بورقيبة وحتى لسنة 95 تعيش في نظام اقتصادي متوازن نوعا ما ثم القطاع العام موجود والقطاع الخاص موجود والقطاع تعاضو دي القطاع تعاضو دي موجود في مستوى الفلاحة وقت اللي جاء الرئيس بن العلي في 95 وامضأ اتفاقية تلقات عن جهالة نوعا ما لخطرة هو مستوى التعليمي محدود النورمال مومي صححيش تمني امضأ الاتفاقية ذيك اتفاقية مجحفة بمعنى نحن ولينا ضيعنا ديوانة متاعنا اللي كانت تدر علينا في أموال عملة سعبة بحجم كبير ضيعناها ولينا انفركسوا في أسواق خارجية ومن غاديك ارساوا رؤوس الأموال هنا اللي عنا رؤوس بورجوازية فيه شنوعا ما ارساة المنظومة الرأسمالية وقت الانساة المنظومة الرأسمالية وزادوا اكثر من هكاكة زاد معاها مستحباني الله يذكروا بالخيرها موجود والجيلاني زادوا كملوا على المنظومة المهنية الشغلية الامتيازات اللي خلاها الحبيب عشر كل زادوا ضيعوها وليت الرأسمالية في مستوى الاقتصاد وفي مستوى العمل مشكلة السكن بنتي مشكلة كبيرة عمولها ما تتحل علاش العزف على الزواج على البطالة وين بش يخدم وين بش يكون وزيد ما لقاش بش عبي يكرشو يلقا بش يسكن ساعة يسكن في محطة المتروات ارحم له وقال لحشا بنتي يا ربي سمحني يعملوا عامل بش يدخلوا يأكل ويشربوا فاكل بقيع ومن تكلموش خير ولهذا عايش بنتي يزم اكبر مشكلة هي فينا الدولة الدولة هي اللي ميش حاسبين هذي كان المشكلة انتخبنا اللي يعرفوا ربي ما قدونا اللي ما عرفوش ربي ما قدونا اللي شد القصر وسكت حتى الشباب ما حطوا معاه في القصر جابنا كان الشياب ما فهمناش وقدبش تكلم وقدبش بردنا على قلوبنا رأوا قلوب قلب التونسي دود يغلي من داخل وما هوش لاقي حتى حل فمش شيسها واضحة ومنهجية واضحة نحو تختيت للشباب هذير احنا بالنسبة للي نحنا اللي شفناه ولي عشناه معاش كما كان يحكي توسيد ما نحن خمو على قل على الشباب متاعن وفهماش سياسة واضحة نحو السكن وفهماش مفهوم الدولة ضعها حسين كل واحد يجي عندي برنامج ما عندي برنامج في الأخر فمتي ما فهم حد شي إلا كان نشوفوا برامج بتاع الحزاب اللي تقدمت في التخابات الكل لها ركزة تسكي سوسيال وتعمقت فيه وعنا الحلول وعنا كذا تاوى على مستوى التنفيذ ما تلقحت شي حيرين بشي شكله حكومة وحتى واحد ما ينجم يلتزم بالبرنامج بتاعه ما نجح حركة النهضة ما تنجمش تنفذ البرنامج بتاعه ما تنجمش هاي ما يسيدي تبقوا دستور وحقوذ رئيس حكومة مني كده البرنامج اجتعك عليش خذ الفهم واقع اقتصادي يحكم فينا واقع اقتصادي احنا متسبين فيه متسبين فيه بالتعويضات المفرطة اللي فرغت كاسة الدولة فرغت السناتيق للشماعية الاتحاد العام تنسي لشغل عياد فمتي كذا وعنده طرح وعنده برنامج يوجد يجاو نتفاوض يجاو كذا فالاخر يحبوا يحشروا بالاتحاد العام تنسي لشغل في الزاوية كونه هو يخرض وكذا في حين وانه في متى عشرين الان في اتفاقية يسعوا عليها ويتملسوا منها الحكومة كذا كذلك عنده برامش مش يالعبرة وعنده وحدة كاملة متع تكوين وعنده ناس خصائيين في الحكاية هذي يخوذوا يا سيدي يا سيدي اسمع عسمة عسمة على الاقل اسمع يجاو الحوار هو موضوع كبير يطلب بلاتوات مش بلاتو طلب ناس اكفاة في الموضوع هذي فهمتني احنا على حسب دراياتنا وعلى حسب معرفتنا المتواضعة هو توا واحد يا اخوة ديما كمنطلق من عنده هو يمشي من الدارة وهو يشوف ولاده انت كانت شوف توا العزوف انت على الشباب الكل على الزواج والعزوف انت على الشباب ما يحبش كبر في العمر عمره كبر زاد مشاه معناه كيني معادش عازب معادش عازب ولا ماشي لطور الكهولة ده السبب الرئيسي شنين مسكن السبب الرئيسي هو السكن اذا كان متوفرش السكن انت شوف توا حتى لدون سيتين تاع السكان الاقتضاذ السكني فالاحيال الكثافة السكنية شوف انسان بين يطاق واثنين واثلاثة فيهم معناها اللي مرخص فيهم فيهم اللي مبني معناها فوضوي هذيش هذي الكل بش يجنب معناها المصاريف انت على الاقتنان تاع المسكن اللي توا معاش نجموا يقتنيوها المسكن زيد على ذلك معناها المساكن بعيدة زيد التكلفة انت على المتر ومربع معناها انت على السكن فانت يتوا قل التكلفة معناها ثم المليون وخمسمائة وانتي ماشي في حياة شعبية فانتنا جي انتي توا تفرض على والدك تقولوا تشبيك لتوا ما عرستش انتي يا والد يشوف على بنت حلال يقول لك بيت اونا ونبش نسكنها بنت الحلال ممكن نقول لك 78% اليوم متوينسا مش قادرين على توفير مسكن لائق 78% كان مش اكثر مخلا وش حاجة لغولة الكبار لحوالة الكبار مخلا وش حاجة مخلا وحتى شي اكتوف انتي الشباب بش يوصل بش يخضر بش يعمل دار بش يخضر بش يتزوج اش خلي سبابنا هجر برا قلوا كنمشي لكو اجنبية ونعيش معاها غادي الشهريات شوي والمساكن مسكرة خمسين في المئة مساكن بتاع الناس سراق مسكر بنينها ابرتمونيتو مسكرينها ملقوش لكلها المناسب طرفي قرابة ثمانيمائة الف شقة في تونس مسكر وين هذا في المنازها في المنازها بتباعت الحال وفي قلبكو حتى في حي التضع خالد بولي الدنيا وكذا وكذا الدولة عندها اراضي الدولة متالبة الدولة انها تقسم مقاسم وخاصة بعد الثورة قبل كانت عبي احثي ومد للأقارب بتاعك بورقيبة جاء اعطى مليون من فرنسا تسلم مليون هكتار من فرنسا اعطى منه اربعمائة الف للأتباع متاعه للأقربة متاعه جاء بنا عليه كيف كيف بعد الهكتارات ومدها للأتباع متاعه والعائل والانساب اليوم احنا في ثورة والثورة الشعب هذا مطالب حق الانسان حق المواطن على الوطن متاعه انه يتوفر له السكن والدواء والمعاش والتعليم والصحة هذا مليزم يتوفر الى الدولة ما توفرش للمواطن متاحه وليسمع المواطنين رأوا حقكم على الدولة باش توفر يكم العناصر الاربعه هذه وإلا فلا حق للدولة ان تطالب المواطن بمواطنته وحق للمواطن ان لا يعتمد ان يخرج من تحت طائرة الدولة ويتالبوا بحقه لانه كل ما معلي مفتقر فقير الا بما استغنى به الاغنياء الدولة عندها المعطيات باش تنجم تعطي خاصة لكل شاب متزوج عنده لد مطالبة الدولة باش تعطيهم مية وعشرين مترو اهوا يسمعوا فيه الشعب التونسي اروا حق من حقوقهم يا شعب التونسي ضيعوا فيه عنا ستمائة الف مفتاح بالفام المليان نقولها ستمائة الف مفتاح مسكرين في تونس فيلات وشاليات وبرتمانات وستيديوات ناس نهبت ناس بيدور رخص ناس تعملت على موال الدولة وابنات وقاعدة ستمائة الف مفتاح مسكرين والناس تعاني في الكراج شباب يعاني يقرأ ما يلقاش ونيسكن المتزوجين علش تنهبله علش تاكله قوته الشاب اللي يتزوج وعنده صغير تعطيه مية وعشرين وابلقى طوار على الدولة لحق لمواطن في هذه الدولة اللي ما تعطيهوش السكن تعطيه وقلم سكن تسكن وقلم المواطن تتوكل وهذا حق المواطن حق المواطن حق المواطن على الدولة شنوع الحل اليوم حل حل ثورة جديدة ثورة لبنانيين خمسين ألف ملة وعملوا ثورة نحن هنا ساكتين مش هزنا لماذا وحنا ساكتين فمتي يزمها ثورة صحيح مش لعب مش ثورة متع كذب التولة مسؤولة يخوز شوفوا المحلي عمل رقابة عمل أي حكاية حتى باش يكري مثلا الجهر يعرف منسرحش نوع عنده بالضبط هاكو تحت التولة كما قولوا نحنا تعب برشا نيس في الحكاية السكن في المعيشة في كل شي نحنا تعرف شنخولوا التونس هذية ربي يشترها ليفكوها لإزافريكان عليش لإزافريكان مش في أزمة السكن على مستوى العام الخطر الإفريقي يخدم بالليجاب ربي وما يخلصش سينساس وذاكش يحبه رؤوس الموال في تونس بينما التونسي يطلب فيه حقوقه وما وش بش يلقها ما وش بش يلقها نظرا للأسباب اللي كنت نذكر فيها ثم رأس مالية فاحشة المطلوب من الحكومة هذه لكانها وطنية يدعي والوطنية إذا هم يدعي والوطنية أول حاجة يعملوها يراجعوا المنظومة الاقتصادية في تونس ويوفروا أسباب الحياة للمواطنة التونسي أنا أخوة لأراني تجاوزتني الأمور أمال الشباب ندرد رأي خالقي صفها هذا كان يقول لك بنتي وربي يقدر الخير ما هي الصفها؟ شنو الحل؟ شنو الحل بنتي رجال الأعمال يعرفوا ربي ويزيوا من لمن الفلوس حتى حد ما مشى للقبر وهز ما عاحد شي وريني شكون نمشى للقبر وهز بكري وقت لنا صغيرة الدغري وما عدرا كان بالدغري كي مات قال لأولاده حاجة بنتي من ناعش خرجوا ليدي قالوا عليش قلتوا تعرفوا بش يعرفوا لما هزيت معايا حتى شي التأثير نحن بدنا نشوفه فيه من الشباب اللي قاعد يحرق اللي قاعد فمتي علاش لأنه فقد الأمل فقد الأمل أول سيق بارك ما يسكر فكر في السكن نسبة العنوزة وتعيش بك في تونس في البلاد ما عاش قادر بشي عرص هذي أول حاجة وبشي عرص كيف كيف سيدك ما معاش فما كل عائلة اللي عندها ما نقول واحنا حوش كبير بشي س hearsake لنس كله واة كل كل تونسي كل معناها حتى الخ kullan كل واحد عنده خصوصيته حب كل واحد يسكن في امكان واحد وكذا هذا كله ما هوش متوفر لأنه فما رأس مال قاعد ينهب في خيرات البلاد وقاعد يخهم بهشعب بكاس وهو ونهار نهار لي بشي تسير معناها ثورة حقيقية بميش هذه الثورة للي صارت ثورة الشباب هذي اللي ما يلقاش روحوا باع فامني واللي ما ملقاش كفى الشحر كذا ويشقعد هنا وشي نهارها الكل هم اللي يكون في سويسا وليكون في ألمانيا وليكون في كذا بشقعد الشعب الكريم يعاني والله الحل اضرب عن فساد حشك اضرب عن مفزدين وكنت قلتها قبل فما مفزدين معروفين فلان 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 ويكلم هم مصدين ما يعلم تعرفهمش الدولة قاعدين تحت جيل باب سيادهم يخلبوا الفيت لسيادهم او سي فلان صاحبي او سي فلان كادر في الوزارة الفلانية صاحبي هم متغط يعني ما يكتب شي باسمه ما عنده شي باسمه أقل حاجة عنده كربة يحمل باسمه أمديان مش باسمه